وصل صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برا في زيارة رسمية يلتقي سموه خلالها بالقيادة السعودية ويجري مبحثات تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ودعم أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات إضافة إلى استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين ولدى وصول سموه إلى مدينة الرياض كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله ويرافق صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفد يضم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء وكبار المسؤولين وقد أدلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى وصول سموه إلى الرياض في مستهل زيارته الرسمية بالتصريح التالي يسرني اليوم أن أقوم بزراية بلدي المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لها في نفوسنا جميعا مكانة كبيرة ومحبة وعلى ما تحظى به مملكة البحرين من دعم ومسندة أكدت الصلاة التاريخية التي عملت على ترسيخها الأباء والأجداد ومقدرين بالوقت ذاته مواقف المملكة الشقيقة المشرفة تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية والإسلامية إن هذه الزيارة للشقيقة المملكة العربية السعودية هي استمرار لما عملنا جميعا على إنجازه في إطار التعاون الثنائي المتميز خلال الفترة الماضية والذي تبلور في مكتسبات هامة وحيوية للبلدين والشعبين الشقيقين ساهمت بشكل بارز في تحقيق النتائج التي نسعى إليها ويسرني مواصلة العمل والتنسيق المشترك مع أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في مرحلة أخرى همة بمسيرة التعاون البحريني السعودي يستلهم زخمة وجهات السديدة والسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله نحو تعزيز مسيرة البناء والتكامل وفقاً لرؤى واستراتيجيات واضحة المعالم إن إحداث انطلاقة فاعلة لاقتصاداتنا هي متحققة اليوم في ضوء الرؤى الاقتصادية لكل البلدين والتي بدأت تأخذ زخماً وأهمية متنامية وثقة متزايدة في مختلف البرامج التنموية لما تستند إليه من أسس ومعبادئ واستراتيجيات تشكل ضرورة مهمة نحو زيادة وطيرة النمو الاقتصادي وتنوعه واستدامته لصالح المواطنين إن الخطوات الجادة التي يتخذها كل البلدين نحو تأكيد دور التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ووضع التشريعات والنظم المحفزة للاستثمار تمثل رؤى مشتركة يجب الاستفادة منها نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في رفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة وأن البلدين الشقيقين يملكان العديد من أوجه التكامل والترابط وأن هذه المسيرة المباركة من التعاون المثمر والبناء تمثل أنموذجا يحتذا به للتكامل الذي نتطلع إليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإطلاق مشاريع مشتركة تصب في مصلحة التكامل والترابط بين دول المجلس في كافة القطاعات ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل حكمة قيادتها في دعم مسيرة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم منظومته الجامعة ودورها المحوري في مكافحة الإرهاب ودعم مسيرة التعاون الأمني على المستويين الخليجي والعربي لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي والذي عكس قدراتنا على مواجهة التحديات لحفظ مكتسباتنا الوطنية والدفاع عن أمتنا وهويتنا العربية والإسلامية الجامعة إن هذه الزيارة ستسهم بلا شك في توثيق عرى الأخوة وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين بلدين الشقيقين انطلاقا من العلاقات القوية الراسخة التي تجمعها دعيا الله عز وجل أن يديم على المملكتين وشعبهم الشقيقين نعمة الأمن والرخاء